السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دائماً مع السهل والبسيط والسريع في نص الوقت اليوم ستكون هذه الوصفة جد جد سهلة وناجحة أكيد مئة في المئة فتابعوا معي المقادر وطريقة التحضير سنحتاج 600 جرام من الدقيق الأبيض فورس لفارينة سنحتاج ملعقة صغيرة من الملح سنحتاج أيضاً نصف ملعقة طعام من خميرة الفورية خميرة الفورية سنحتاج نصف كأس العنباء ما يعادل تقريباً ثلاثة ملاعق من سكر حبيبات أو السكر الخاشين يمكنكم تضيفه على حساب كل واحد والضعق فبالنسبة للسكر يمكنكم تضيفه على هذا الكمية كيف يمكن لكم نضيف العناصر الجافة ومن بعد نساجم نصف كأس العنباء زيت نباتية ما يعادل تقريباً ثلاثة ملاعق كبار ومن بعد نضيف جوج الكؤوس الحليب لكي يكون طبيعة الحال دافئ نضيفه تدريجياً كمية الحليب حسب نوعية الدقيق نضيفه تدريجياً حتى تحصلوا على القوام التي تشاهدون دابة أنا مكفانيش هذا جوج الكسان فما تبقى كملتوا بالماء تقريباً نصف كأس الماء نضيفه لا تحتاجوا نهائياً لكن الدقيق لا يشرب هذا القوام يجب أن تحصلوا عليه يجب أن تكون تلتسق قليلاً نقطعها ونضيفها حتى تخمر ويضع في الحجم ثم نحاول نفرغ من الهواء ونحاول نضيفها ونضيفه على حسب الحجم نضيفه ونضيفه من الحجم ونضيفه كما ترى نضيفه حشوة حوالاً لنضيفه حشوة وصفة بسيطة حشواء فقط بالشوكولاتة تعتمدون نفس الوصفة بنفس المقادر فقط الحاجة الوحيدة سكر سكر ثم تعتمد المقادر سكر 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 من نتيجة النهائية تقوم بكل جميع العجين يقصد الحشواء بني ومن ثم تبطي العجين يجر تحشيها بالتمر في بعض الدول الشرقية تحشيها بالتمر و جنجلان مع بعض المكسارات تضعف الحجم بصفار البيضاء سمسم 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 تضعف الحجم اضعف الحجم بالتمرق أضعف الحجم سمسم 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 السنوج جميع الأخير نستخدم الفرن على درجة حرارة 180 نسخن الفرن على حرارة 180 نستخدم الفرن على حرارة 180 نستخدم الفرن على حرارة 80 يجب ان يصبح حرارة 1 قليلا يجب ان نستخدم الفرن على حرارة 180 وحضر الوصفة نقسم الوصفة وحضر الوصفة ومعقديت ملتقصة وحضر الوصفة هاهي المخبوزة اتفاع الوصفة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة